على الصورة نزل راسك شوي وخليك مركز مع الكاميرا أيوة اتطلع في صباق مع الزمن وبهدف رفع الجودة وتحقيق الأمان لحامله بدأت وزارة الداخلية بإصدار الجواز الفلسطيني البيومتري بحضور السيد الرئيس محمود عباس وقد تسلم أولى نسخة من هذا الجواز الوليد الذي يحمل سمات عديدة ويعمل به في الدول المتقدمة وفي المنافذ البرية والجوية والمطارات وفي مواكبة التطور والحداثة أصدرت الداخلية هذا الجواز الذي يقارب في مضمونه الجواز الإلكتروني حيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي وظفت في العديد من المجالات والقطاعات خاصة في المطارات التي ساهمت بشكل كبير بتطوير أنظمة المراقبة والحماية من خلال ربط ميزات حيوية في جسم الإنسان بتكنولوجيا التحقق الذكية تم إصدار الجواز الأول لسيادة الرئيس محمود عباس الجواز البيومتري هو جواز يعتمد على تكنولوجيا التحقق الذكية ويعتمد على ربط منظومة الجسدية مع منظومة التحقق الذكية طبعا تكمن أهمية الجواز الفلسطيني البيومتري في أنه يمثل مطلبا دوليا لمواكبة عملية التطور الدولي كما أنه يدخل ضمن منظومة الطيران المدني الدولية هذا الجواز يحمل عدة أسماء كجواز السفر البيولوجي أو الإلكتروني أو الرقمي لاحتوائه على شريحة ذكية وهي عالمية لكل جوازات السفر لأسيما أنها تحتوي على بطاقة معلومات معولمة ببعض التفاصيل الحيوية كبصمة العين وصورة مزايا المنطقة المحيطة بالأنف والفم والمباسم والشفاه وخطوط الجبين واستدارات خاصة بأسفل الذقن وكل الملامح البيولوجية المتعلقة بالوجه ومن هنا انطلقت الرؤية لضرورة التوجه نحو إصدار هذا الجواز لأبناء شعبنا للتسهيل عليهم ومنع عمليات التزوير أو التلاعب في هذه الوثيقة نؤكد بأن جوازنا أصبح كما جوازات العالم في الدول الكبرى كما في أوروبا وكما في المنظومة الدولية الحديثة ونحن سبقنا كثير من الدول هي قبلنا أسسات ولكن نحن فتنا هذه وتجوزنا هذه الدول بحكم التكنولوجيا التي نستعملها والحداث الجديدة وانطلاقا من ارتباط جواز السفر بمعنى السيادة وللتسهيل على المواطنين خلال دخول المطارات الكبرى فإن التوجيهات كانت بضرورة العمل على إصدار هذا الجواز وإدخاله للخدمة رغم أن دولا كبرى تعجز حاليا عن توفيره وقد وصلت نسبة الدول التي تستخدمه حتى اللحظة 60% من دول العالم بوصلتنا إن شاء الله تبقى نحو بناء دولتنا اليوم إنجاز آخر ودائما نقول برغب الألم هناك أمل وأملنا أن تكتمل هذه المدامي وتكون إن شاء الله الرأية رفرف على بيتنا الفلسطيني محررا على أسوار القدس كنائسها ومساجدها بإذن الله وبات من اليوم بإمكان أبناء شعبنا الحصول على هذا الجواز دون رسوم إضافية عن سابقه بل من سماته أنه أقل تكلفة وأعلى دقة وجودة وحداثة فضلا عن أن استصداره يستغرق من 24 ساعة إلى 72 ساعة في أقصى تقدير فالح نصير فالح تلفزيون فلسطين تلفزيون فلسطين موسيقى